موسيقى السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة أهلا بكم مشاهدين ونبدأ النشرة بأبرز العناوين موسيقى بناء على الأمر السامي لجلالة السلطان المعظم مجلس عمان يفتتح دور الانعقاد السنوي الرابع يوم الثاني عشر من نوفمبر المقبل موسيقى وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لدخان حريق شبى بمنزلهم بمنطقة خور الحمام بولاية صحام موسيقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يلتقي عددا من وزراء الخارجية بنيويورك وإشادات بالدبلوماسية العمانية ودورها في حلحلة يزمات المنطقة موسيقى وزير الزراعة والثروة السمكية لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان قدينا مشروع كبير في ولاية الدبلة اللي هو المشروع الميناء راح يكون ميناء متعدد للأغراض راح يكون ثاني أكبر ميناء في السلطنة بعد ميناء في صيد السمكي في ولاية الدقم موسيقى كما تتابعون أيضا في أخبارنا الاقتصادية الاقتصاد الأزرق مورد بديل لدعم الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد المائية موسيقى وفي أخبار الرياضة تتابعون موسيقى الجولة السادسة من دور عمانتين لكرة القدم تنطلق غدا بثلاث مواجهات موسيقى بناء على الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه يفتتح مجلس عمانة بغرفتيه الدولة والشورى يوم الثاني عشر من نوفمبر المقبل دور الانعقاد السنوي الرابع وبذلك ستنطلق أولى جلسات مجلس الشورى الاعتيادية في ذات اليوم وسط آمال بتحقيق مزيد من التقدم في العمل التشريعي والرقابي الذي يطلع به مجلس عمان وسيشهد دور الانعقاد السنوي الرابع 2018-2019 من الفترة الثامنة للمجلس نشاطا بارزا في أعماله التشريعية والرقابية تشمل كافة الجوانب والموضوعات حيث سيتم في مطلع الدور الرابع مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة فيما يتوالى بعد ذلك برنامج البيانات الوزارية خلال الأشهر اللاحقة توفي عشرة مواطنين من عائلة واحدة جراء استنشاق دخان لحريق شب داخل منزلهم بمنطقة خور الحمام بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة وتهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع بضرورة تركيب أجهزة استشعار الدخان بداخل منازلهم تجنبا لوقوع حوادث مماثلة مع ساعات الصباح الأولى استيقظ أهالي قرية خور الحمام بولاية صحم في محافظة شمال الباطنة على وقع حادث مأساوي راح ضحيته عائلة مكونة من عشرة أشخاص تراوح تعمارهم بين 49 عاما وسنة واحدة نتيجة حدوث حريق شب في أحد المنازل فجرا أثناء نوم الأسرة لقينا البلاغ حوالي الساعة 24 فجر هذا اليوم وتم الانتقال إلى الموقع وبعد 8 دقائق وصولنا إلى الموقع تبين موجود حريق في جزء من المنزل وهي عبارة عن غرفة واحدة كانت فقط والدخان كان مالي جميع المنزل والأشخاص الذين وجدناهم داخل المنزل كانوا بحالة اختناق من الأدخنة التي كانت متسربة في غرف النوم الموجودة في المنزل المؤشرات الأولية لأسباب الحادث تشير إلى اندلاع الحريق في إحدى غرف المنزل مما أدى إلى انتشار الدخان في كل الغرف والممرات الأخرى وبالتالي استنشاق الجميع للدخان الذي أدى إلى وفاتهم بحسب المصادر الأولية التي توصلنا إليها سبب الحريق طبعا ما زال العمل جاري في تحقيق وفي لجنة شكلة قيادة شمال باطنة وفيها خبراء من المختبر الجنائي وتحقيقات وقايمين بعمل هذا إن شاء الله مع الأخذ بالأسباب والتسليم بقضاء القدر يبقى أن نأخذ كذلك بضرورة الاحتياطات الواجبة لتحقيق السلامة خاصة في شأن تركيب كواشف الدخان والتوصيلات الكهربائية بجودة عالية وتوفير معدات الإطفاء والإسعافات الأولية في المنازل عدد الموجودين من هذا العالي الذي كان موجودين عشرة أشخاص فجميعهم قضوا نحبهم في هذا الحريق في ثلاثة أشخاص من هذا العالي ما كانوا موجودين في المنزل وقت أو أثناء وقوع الحريق أحدهم كان في أحد الكليات في شناص وبنت أخرى متزوجة وبنت أخرى كانت في أحد الجامعات في مسقط هكذا شاء القدر أن تودع ولاية صحم عائلة مكونة من عشرة أشخاص نتيجة هذا الحادث المأساوي الذي لا نملك فيه إلا الدعاء بالرحمة والمغفرة للمتوفين وبالصبر والسلوان لأهاليهم من ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة علي بن سالم البادي هذا وأكد العقيد أحمد بن محمد العجمي مدير ودارة الدفاع المدني والإصعاف بمحافظة شمال الباطنة في اتصال هاتفي أكد أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق منوها بضرورة استفاء المنازل لوسائل السلامة ككاشفات الحرائق لتجنب وقوعه حوادث مماثلة مسببات الحريق طبعا تأخذنا الوقت إلى تحليل إلى معاينات وإلى إجراءات فنية ويحتاجنا بعض الوقت للتوصل إلى نتيجة إن شاء الله وقائم العمل قائم في هذا الجانب ولازال مستمر الإنسان يتبع وسائل بقايا سواء كان في مجال السلامة العامة أو مجال الإطفاء وجود أدوات الأسعافات الأولية وجود معدات الإطفاء الأولية وجود معدات القشف والإنذار الأولية وجودة في المنزل ساعد الساهم في اكتشاف الحرائق قبل يعني أشاد عدد من وزراء الخارجية بالدبلوماسية العمانية ودورها في حلحلة العديد من القضايا وأزمات المنطقة جاء ذلك خلال لقاءات أجرها معاني الوزير المسؤول عن شون الخارجية في نيويورك مع وزراء خارجية كل من كرواتيا وباكستان وإيران وقبرص سلسلة من اللقاءات جمعت الوزير المسؤول عن شؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي بعدد من نظرائه من عدة دول صديقة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين التبادل التجاري والقضايا الإقليمية كانت محور المباحثات التي جمعت الوزير المسؤول عن شؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي مع نظره الباكستاني شاه محمود قريشي الذي شدد على أهمية دور عمان في دعم الاقتصاد علاقتنا بسلطانة عمان تاريخية إذ أن لدينا ارتباطات ثقافية وقبلية ودينية بحثت مع معالي الوزير الفرص الجديدة حيث ستصبح جوادر مكان حيوي في المستقبل القريب بسبب الاستثمارات والميناء والممر الذي يربط الصين بباكستان مما يجعل جوادر مركزاً اقتصادياً قريباً من عمان ولذلك سيستفيد الإقليم ككل بحثنا التبادل التجاري والتعاون المشترك في عدة قضايا منها الأساسية مثل الوضع في أفغانستان والسلام في المنطقة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ونظيره القبرصي بحثت تعاون المشترك والسبول الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين وأكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستو دوليتس على ضرورة العمل مع عمان مشيراً إلى أنه يتطلع لزيارة السلطنة بداية العام المقبل سأزور عمان في فبراير المقبل للبحث في عدة مواضيع هذا بالإضافة إلى أن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ونحن نأمل أن يلعب بلدنا وعمان دوراً لتحسين وتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط الخليج جارنا ونحن نريد أن نقربه أكثر إلى أوروبا وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف شدد على أهمية دور سلطنة عمان كوسيط يمد جسور السلام ويفتح أبواب الحوار وسط تعدد الآراء في العالم لدينا علاقة ممتازة جداً مع السلطنة ونعتقد أن هذه العلاقة هي من مصلحة البلدين والأمن الإقليمي بشكل عام السلطنة لعبت على مدى سنوات طويلة دوراً جوهلياً كوسيط أساسي لحل خلافات عالمية من ضمنها خلافات مع إيران ونحن نقدر ونشكر السلطان والحكومة العمانية على دورهم الإيجابي هناك عدة مجالات يمكن التعاون فيها مثل الاقتصاد وحل مشاكل المنطقة تحديداً في اليمن وسوريا عمان لعبت دوراً مهماً في وضع الاتفاق النووي ونحن نؤمن بهذا الاتفاق ونعمل مع أي دولة أوروبية وإقليمية للحفاظ عليه ونحن نعول على عمان كجار وشريك مميز كما اجتمع معاليه بنظيرته الكرواتية لبحث قضايتهم والطرفين هذا وقد شاركت سلطنة عمان في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث الأزمة السورية بالإضافة إلى اجتماعات حول الصحة في العالم والتي ركزت على مرض السل تأتي هذه اللقاءات الثنائية بين السلطنة ودول العالم في إطار تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي إيماناً من هذه الدول بأهمية دور سلطنة عمان الدبلوماسي لقناة سلطنة عمان هند إبراهيم نويورك استعراض العلاقات الطيبة بين السلطنة وجمهورية الهند في صلب اجتماع معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدية الوزير المسؤول عن شون الدفاع بمعالي إيجيد دوفال مستشار الأمن الوطني الهندي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الهند الصديقة تم خلال اللقاء أيضاً تبادل وجهة النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية فاقية تصميم وإنشاء جسر تحميل وإنزال السيارات من العبارات بميناء الصيد البحري بنيابة ليما بولاية خصب في محافظة مسندم الجسر سيسهل سيابية الحركة والتنقل وسينشط الحركة التجارية بين النيابة وولايات محافظة مسندم اتفاقية لتصميم وإنشاء جسر لتحميل وتنزيل السيارات من العبارات بميناء الصيد البحري بنيابة ليما بولاية خصب بمحافظة مسندم وقعتها وزارة الزراعة والثروة السمكية المشروع الذي قاربت تكلفته 600 ألف ريان عماني يعد من المشاريع التنموية في نيابة ليما حيث سيعمل المشروع على تسهيل حركة نقل وشحن السيارات من وإلى النيابة بواسطة شركة العبارات الوطنية المشروع هام بالنسبة ليما في محافظة مسندم لأنه ستوفر جسر عائم يربط بين العبارات القادمة وتمكن من نقل السيارات والبضائع إلى داخل الميناء ثم الاستخدامات المختلفة هذه الخدمة كانت موجودة وتسبب الكثير من المطالبات من أهالي ليما الحمد لله اليوم الاتفاقية وقعت مع الشركة لديها خبرات طيبة في هذا المجال وسبقا عملت معنا في مشروعات مشابهة نتوقع إن شاء الله خلال ثم شهور المشروع يكون جاهز وبالتالي تقدم خدمة نوعية إضافية لما إن شاء الله المشروع سيساهم كذلك في تنشيط الجانب السياحي ويجتمل على جسر عائم يعمل على ربط الحركة وتسهيل إنزال وتحميل السيارات من العبارة إلى الرصيف الثابت بالميناء كما سيساهم في مساعدة الصيادين لنقل الأسماك من ميناء ليما إلى الأسواق المحلية والخارجية هذا المشروع خلال خمسة شهر سوف يتم إنجازه من قبل المقاول ونأمل أن تقوم هذا الجسر بزيادة حركة تجارية النشطة بين دبا وليما نأمل من خلال هذا الجسر سوف يسهل عملية نقل المركبات وحركة تجارة البنية بين نيابة ليما ومحافظة مسندم وأيضا شمال باطنة سوف تقوم على زيادة هذا الحركة إن شاء الله في الوقت القريب ومما هو معلوم أن نيابة تاليمة لا يوجد بها طريق يربطها مع الولايات الأخرى بمحافظة مسندم ويعتبر البحر والجو المنفذان الوحيدان للنيابة حيث تشير إحصائيات الشركة الوطنية للعبارات إلى تمكنها من نقل نحو 20 ألف مسافر من ويل النيابة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري كما تعمل الشركة حاليا على تسير 14 رحلة إسبوعيا من وإلى ليما وربطها بكل من خصب ودبى واشناص وأكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أن ميناء دبى سيكون ثانية أكبر ميناء صيد في السلطنة مشيرا إلى أن العمل جار في مشروع المحجر في محافظة مسندم بالنسبة للوزارة في مجموعة من المشروعات هناك المحجر الحقيقة تم توقيع اتفاقية في ولاية خصب مع أحد الشركات القطاع الخاص فوقعت الاتفاقية مع الشركة فالقطاع الخاص هو اللي يقوم بهذا المشروع لدينا مشروع كبير في ولاية الدبى اللي هو المشروع الميناء رح يكون ميناء متعدد للأغراض رح يكون ثاني أكبر ميناء في السلطنة بعد ميناء الصيد السمكي في ولاية الدقم في الدقم فهناك مشروعات قادمة الحمد لله ونعمل إن شاء الله تحقق ميزة وإضافية وخدمات إضافية لمحافظة مسندم إن شاء الله دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة إلى إلغاء قراراتها بشأن القدس واللاجئين الفلسطينيين والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ففي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس عباس إن قرار واشنطن بشأن نقل سفارتها إلى القدس ووقف المساعدات عن الفلسطينيين يقوض حل دولتين الرئيس عباس قال إن الفلسطينيين لم يعودوا يثقون بالولايات المتحدة كوسيط نزيه بينهم وبين الإسرائيليين داعيان الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها في نيويورك أيضا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو إلى استيناف محادثات السلام وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول سبل إحياء عملية السلام والتطورات الإقليمية أكد الرئيس المصري على أهمية استيناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلاة أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية باليمن أن أكثر من 78 ألف أسرة نزحت من محافظة الحديدة الواقعة في غربي اليمن منذ بدء اندلاع المواجهات في يونيو الماضي وأضاف المكتب الأممي أن هذه الأسر نزحت إلى عدة محافظات مجاورة من بينها العاصمة صنعاء وتدور مواجهات عنيفة منذ أشهر بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الحديدة خلفت أعدادا كبيرة من القتل والجرح من الطرفين فضلا عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إن الهند ملتزمة بمواصلة التعاون الاقتصادي واستيراد النفط من إيران وبعد لقاء مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد ضريف أن الهند تواصل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي واستيراد النفط مع إيران وتدخل عقوبات الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل بوقف صادرات النفط من إيران إلا أن نيودالهي وضعت خطط لزيادة المشتريات في العام الحالي وتعد الهند ثانية أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطانة عمان وتتابعون فيها ولكن بعد قليل تعزيز الاستثمار في التقنيات الرقمية يساهم في الترويج السياحي للسلطنة ترجمة نانسي قنقر بناء على الأمر السامي لجلالة السلطان المعظم مجلس عمان يفتتح دور الانعقاد السنوي الرابع يوم الثاني عشر من نوفمبر المقبل وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لدخان حريق شبى بمنزلهم بمنطقة خور الحمام بولاية صحاب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يلتقي عددا من وزراء الخارجية بنيويورك وإشادات بالدبلوماسية العمانية ودورها في حل حالة أزمات المنطقة وزير الزراعة والثروة السمكية لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان لدينا مشهور كبير لولاية الدباء وهو المشهور الميناء راح يكون ميناء متعدد للأغراض راح يكون ثاني أكبر ميناء في السلطنة بعد ميناء الصيد السمكي في ولاية الدقم تعزيز التعاون المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة أهم ما تناوله لقاء الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالفريق جوي أدوارد سرينجر مدير عام تطوير القوة المشتركة البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا كما تم خلال اللقاء استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين وبحث عدد من الأمور العسكرية بين السلطنة والمملكة المتحدة كانت محور لقاء اللواء الركن مطر بن سالم لبلوشي قائد الجيش السلطاني العماني مع الفريق جوي أدوارد سرينجر مدير عام تطوير القوة المشتركة البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا وتم خلال المقابل استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الأحاديث الودية احتفل بمستشفى صور المرجعي بوضع حجر الأساس لإنشاء جناح العزل بالمستشفى بتكلفة قاربة 800 ألف ريال عماني الجناح الصحي سيضم 12 غرفة منفردة وأنظمة أعدت لضمان أعلى درجات العزل الصحي صرح صحي جديد يضاف للقطاع الصحي بالسلطنة إنه مشروع جناح العزل بمستشفى صور المرجعي على مستوى المستشفيات المرجعية بالسلطنة ليلامس حاجة المواطن والمقيم نحن نعلم أن احتواء الأمراض والميكروبات بكل أنواعها هي عملية معقدة للغاية وهي أيضا هامة لكميع الأطراف المستفيدين من الخدمات والعاملين الصحيين وإن شاء الله كما قلت هذا المشروع سيضفي على العملية الصحية في المحافظة يعني مستويات كبيرة وجديدة من التعامل مع هذا الموضوع الهام نحن نثق في أيضا الشريك الأساسي اللي هو مزارة الصحة في أن يقدموا من خلال هذا الجناح أفضل الخدمات وبالتالي المستفيد الأول هو الفرد في هذه ليس في ولاية صور فحسب وليس في محافظة جنوب الشرقية فحسب إنما سيكون متاح أيضا لجميع أبناء السلطنة بإدنام المحافظات الأخرى جناح العزل بمستشفى صور المرجعي سيضم 12 غرفة منفردة بدورة مياه منفصلة بتكييف وأنظمة وعدة لضمان أعلى درجة من العزل الصحي لما فيه سلامة المرضى والعاملين الصحيين بجاهزية من التقنية وسيحتوي الجناح على ملحقات إضافية معينة للكادر الصحي لتمكينه من آداء مهمته على أكمل وجه مما يجعله في بيئة تعزز الحد من انتشار العدوى والجناح سيشتمل على ممر جانبي بتجهيزات صوتية ومرئية لتسهيل التواصل مع المرضى مما سيجعل جوا من الارتياح النفسي والاجتماعي لذويه وسيسهم في استقرار الحالة خلال فترة العزل جاءت فكرة المشروع من إحصائيات وبائيات وعدت من قبل المختصين بوزارة الصحة بضرورة عزل بعض الأمراض في مكان مخصص وجاءت فكرة المشروع بهذا الأساس وتمت الإعداد لها من قبل ثلاث سنوات الإعداد بالأشياء للإحصائيات ويضا بالتنسيق مع الجهات الأخرى بوزارة الصحة مدة مشروع جناح العزل بمستشفى صور المرجعي ستستغرق قرابة السنتين والمستشفى مهيئ لاستقبال حالات العزل من كافة مستشفيات السلطنة وسيعمل جناح العزل بمستشفى صور المرجعي على نشر الثقافة المجتمعية بخصوص الأمراض المعدية وتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المعدية وستكون له بصمة واضحة تضاف للقطاع الصحي بالمحافظة صالح بن حمل الحبسي ولاية الصور محافظة الجنوب الشرقية الأخبار الاقتصادية نتابعها مع الزميل طلال الكلباني حياكم الله انخفض سعر نفط عمان اليوم أربعة دولارات واربعة وثلاثين سنتا ليبلغ تسليم شهر نوفمبر القادم اليوم أربعة وثمانين دولارا واثنين وستين سنتا للبرميل تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل بلغ اثنين وسبعين دولارا واربعة وستين سنتا للبرميل منخفضا بمقدار ثلاثة وخمسين سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الجاري تسعى العديد من الدول لتنمية اقتصادها الأزرق من خلال استغلال الموارد البحرية عن طريق عمليات الشحن والصيد التجاري والصناعات النفطية والتعدينية ويعمل الاقتصاد الأزرق كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد المائية يتطلع العالم من دول ومنظمات وعلماء ومختصين إلى الاقتصاد الأزرق الذي يمثل فرصة أخرى متاحة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة للسكان في العالم عن طريق استغلال الموارد الطبيعية في المحيطات والبحار بكفاءة والمحافظة على البيئة المحيطة عمان عنده شواطئ أكثر من 3000 كم طول لذلك أعطيها ميزة في وجوده على المحيط الهندي وبحر العرب القطاع السمكي حقيقة في الاقتصاد العماني على أهميته لا يشكل أكثر من 1% من ناتج المحلي إجمالي ومن خلال مختبرات التنفيذ كان هناك تركيز كبير على القطاعات السمكية وقطعات البحرية من خلال إنشاء العديد الموانئ والإنشاء العديد من الشركات وتعزيز تلك الأنشطة الاقتصادية من خلال دخول واستقطاب الاستثمارات سواء في الاستزراع السمكي أو من خلال وجود أسطول سفن كبير جدا يستفيد من هذا القطاع وتشير تقارير إعلامية دولية أن العالم أصبح في مرحلة حاسمة وعلى مشارف الدخول في مرحلة الاقتصاد الأزرق والتي سيحتاج فيها المصنعون لإعادة اكتشاف الثروات الطبيعية في كل منطقة لا سيما البحار والمحيطات التي لم تستغل اقتصاديا بشكل كاف حتى الآن كل سنة حقيقة يضيف أكثر من 2.5 تريليون دولار إضافة جديدة لذلك 2.5 تريليون دولار هو بشكل سابع أكبر اقتصاد في العالم لذلك أهمية الاقتصاد هذا حقيقة بدأت الدول ومنظمة الفاوم ومنظمة الأغضية في الأمم المتحدة بتوجه الدول خصوصا دول نامية للمزيد من الاهتمام والتركيز على هذا القطاع لذلك أتوقع خلال الفترة القادمة رح يكون توجه الدول وبالذات السلطنة نحو هذا الاقتصاد ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن للصناعات القائمة على المحيطات تولي الانتاج بحلول عام 2030 سواء من حيث القيمة المضافة أو توفير فرص العمل عدة دول صناعية شهدت تنمية في اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية ومن خلال عمليات الشحن والصيد التجاري والصناعات النفطية حيث تقدر قيمة اقتصاد المحيطات في جميع أنحاء العالم بنحو 1.5 تريليون دولار كما أن 80% من التجارة العالمية يتم نقلها عن طريق البحر سعود بن سعيد المعولي مسقط مليار و250 مليون ريال عماني إجمالي الانتاج السياحي في السلطنة في العام 2017 وبلغ عدد السياحي في السلطنة 3 ملايين و31 ألف زائر فيما ارتفعت عداد الفنادق لتبلغ 350 فندقا إجمالي الانتاج السياحي في السلطنة بنهاية 2017 بلغ مليار و250 مليون ريال عماني 27% من إجمالي هذا الانتاج جاء من السياحة الوافدة فيما شكلت السياحة المحلية النسبة الباقية لتبلغ 900 مليون ريال عماني إحصائيات والمركز الوطني للإحصائي والمعلومات سجلت مساهمة للقيمة المضافة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 2.6% من 10% وهي نسبة متصاعدة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعته وزارة السياحة عند 6% بحلول العام 2040 متوسط إنفاق السائح عام 2017 بلغت 105 ملايين ريال عماني بزيادة بأكثر من 4% عن العام 2016 فيما بلغت نسبة السياحة الذين مكثوا لأكثر من ليلة واحدة 72% وشكلت النسبة الباقية الذين كانوا من زوار اليوم الواحد الزوار والقادمون للسلطنة تصدرهم زوار دولي مجلس التعاون ثم زوار الأوروبيون ثم زوار الدول الأسيوية وباقي الدول على التوالي وبلغ إجمالي عددية الليالية التي قضاها السياح 18 مليون ليلة بمعدل 7 ليال لكل سائح فيما بلغ عدد الزوار الذكور من إجمال الزوار مليوني زائر وبلغت الإناث مليون ومئتي ألف زائرة زيارة الأهل والأصدقاء تصدرت قيمة الغرض الرئيسي للسياحة تلاها غرض والترفيه والترويج فيما ارتفع الانفاق على تذاكر الطيران ثلاثة أضعاف من 20 مليون إلى 94 مليون ريال عماني أعداد وزواري المغادرين ارتفع ليبلغ أكثر من 6 ملايين زائر تصدرهم العمانيون ثم الاسيويون فيما تصدرت المنتجات والسياحية المحددة قائمة انفاق السياحة الداخلية تلاها نسبة والانفاق على خدمات النقل الجوي وخدماتها لإقامة العام 2017 شهد ارتفاعا في إجمال عدد الفنادق يبلغ 359 فندقا كما وصل عدد العاملين 14 ألف موظف وبلغ عدد النزلاء 3 ملايين وواحدا وثلاثين ألف نزيل تواصلا لجهودها نحو تدشين تقنية الجيل الخامس للاتصالات في السلطنة خلال الفترة المقبلة وضمن تجارب التشغيلية الحية لهذه التقنية نظمت الشركة العمانية للاتصالات عمانتل بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات تجربة تقنية الجيل الخامس بولاية الصحار مع مواصلة جهودها لتدشين تقنية الجيل الخامس التي تمكنها من مسايرة التقدم التقني المتسارع في عالم الاتصالات استطاعت الشركة العمانية للاتصالات عمانتل أن تنجح في تجربة هذه التقنية في ولاية الصحار بمحافظة شمال الباطنة بما يؤكد على جاهزيتها لإطلاق التقنية الجيل الخامس للاتصالات في السلطنة خلال الفترة المقبلة ضمن التجربة كانت هناك محطة في بلدية الصحار من خلالها تم تجربة هذه الجيل أو هذه الشبكة خلال أسبوعين ولوحظ فرق كبير جدا في الأداء بينها وبين الشبكة القائمة هذه التجربة التي قامت بها عمانتل للجيل الخامس في ولاية الصحار جاءت بعد نجاح التجارب التشغيلية لهذه التقنية المتطورة مع الشركاء التقنيين لعمانتل وهما شركة أريكسون وشركة هواوي والتي تقام لأول مرة في السلطنة حيث تعد هذه التجربة مطلبا هاما قبل تدشين الجيل الخامس الشركة العمانية للصلاة هي سباقة في مثل هذه التجارب ونتمنى التوفيق والنجاح لعمانتل وغيرها من الشركات والإسراء في إدخال مثل هذه التقنيات والتي بلا شك ستصهم بشكل كبير في جلب الاستثمارات عن طريق إدخال التقنيات والإسهام أيضا في إنشاء المدن الذكية على مستوى السلطنة التجشين التجاري لتقنية الجيل الخامس في السلطنة سوف تعمل على تمكين العديد من التقنيات المستقبلية الأخرى كالتحكم الصناعي عن بعد والسيارة ذاتية القيادة والمدن الذكية بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة وغيرها من مجالات الإنتاج الأخرى بعد التقارب هذه نطمح أنه خلال العام القادم بإذن الله نبدأ على مراحل في تقديم خدمات الجيل الخامس وبالتعاون مع تنظيم الاتصالات في الحصول على التنظيم الراجوية المعنية بها هيئة تنظيم الاتصالات تعمل من جانبها على توفير البيئة الداعمة لشركات الاتصالات بما يمكنها من توفير أحدث الحلول وتقنيات الاتصالات لمشتركيها خاصة فيما يتعلق بالإطار التنظيمي وتوفير الترددات المطلوبة من ولاية الصحار بمحافظة شمال الباطنة علي بن سالم البادي في هذا التقرير نصل بكم إلى ختام نشراتنا الاقتصادية إلى يعقوب وعايدة والمزيد من أخبار العاشرة إلى اللقاء شكرا طلال وأهلا بكم مشاهدين من جديد أربعمائة وثمانون سفينة صيد سوف تدخل في الصيد الساحلي حتى نهاية الفين وثلاثة وعشرين هذا ما كشفته حلقة عمل حول الإدارة المشتركة لأسطول الصيد الساحلي بولاية تمصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وتهدف حلقة العمل إلى الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع السمكي والحلول المناسبة لها للتعريف ببرنامج قوارب الصيد المتطورة والتراخيص وأهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لقوارب وسفن الصيد نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية لقاء مفتوحا مع الصيادين وملاك قوارب الصيد الحرافية بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية اليوم نملك 172 سفينة صيد ساحلي والرقم اللي نسع له لغاية 2023 480 سفينة مثل ما هو معروف نسع لزيادة الانتاج لمليون واربعمائة ألف طن بحلول عام 2023 من خلال تطوير مبادرات المصايد وتطوير السزراع السمكي والصناعات القائمة على القيمة المضافة اللقاء جاء في حلقة العمل حول الإدارة المشتركة لأسطول سفن الصيد الساحلي متضمنا محاضرات عن الخطط والبرامج لقطاع الصيد ومفاهيم الإدارة المشتركة والمنظومة الرقابية وتحدياتها إضافة إلى عرض تجربة عن موانئ الصيد في كيفية إدارة السفن قدمها مختصون من وزارة الزراعة استفدنا استفادة كبيرة طبعا استمعنا من الأخوان الدكاترة عسل شرح هذا الأسطول الغادم إن شاء الله بالنسبة عسل سنة يوصل إلى أعماق البحر وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله لكل صياد أن يستفيد من هذا الأسطول وهذا طبعا بشارة طيبة عسل سنة ومستقبلا إن شاء الله ينتغلوا من مرحلة صغيرة إلى مرحلة أكبر خاصة بالنسبة لسفن الصيد الساحلي وهذا طبعا إن شاء الله أنه بيكون رافض جديد إلى المواطن وزارة الزراعة والثروة السمكية تنظر لقطاع السمكي بعين التطوير والحداثة لكونه أحد القطاعات الرئيسة في دعم اقتصاد السلطنة فقد أكدت الوزارة خلال الحلقة عن عزمها لإدخال أربعمائة وثمانين سفينة صيد ساحلي حتى نهاية عام 2023 بحيث تمكن هذه السفن الصيادين من الوصول لمسافات طويلة بشكل آمن وسليم هناك فيه توجه من قبل الصيادين بالنسبة لامتلاك السفن الحديثة سواء السفن الساحلي أو القوارب الحديثة المتطورة وهذا دلالتها أنها اليوم في جزيرة مصيرة يتوفر أعداد لا باس بها من السفن الساحلية كذلك أيضا بدأ انتشار القوارب الحديثة في جزيرة مصيرة وأكدت الوزارة أيضا أن أسطول الصيد المتطورة يستطيع الصياد من خلالها ممارسة مهنته بشكل سهل ويسير ورفع معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين أما الآن فإلى الأخبار الرياضية بصحبة الزميل عبد العزيز بن منصور لوهيد شكرا عيد أهلا بكم تأهل منتخبنا الوطني لناشئ كرة القدم إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا بالرغم من خسارته بثلاثة أهداف لهدف أمام كوريا الشمالية حيث لم يظهر المنتخب بالشكل المطلوب في المباراة ليتلقى ثلاثة أهداف متتالية قبل أن يسجل قصي الجراد الهدف الوحيد الأحمر من ركلة جزاء ورغم الخسارة إلا أن منتخبنا الوطني تأهل إلى الدور المقبل مستفيدا من خسارة المنتخب الأردني بخمسة أهداف لهدف أمام المنتخب اليمني ليتأهل منتخبنا ثانيا في المجموعة برصيد أربع نقاط خلف كوريا الشمالية متصدرة المجموعة برصيد سبع نقاط تنطلق مواجهات الجولة السادسة من دور عمانتين لكرة القدم يوم غد الجمعة بثلاثة لقاءات حيث ستنطلق أولى المواجهات في ملعب المجمع الرياضي بصور وستجمع العروبة مع ضيفه النهضة وعلى أرضية استاد السيب الرياضي يلتقي مرباط مع نادي عمان وفي اللقاء الثالث يستضيف صحم على ملعب المجمع الرياضي بصحار نادي الرستاق كما تنطلق منافسات الجولة الرابعة من دور الدرجة الأولى لكرة القدم يوم غد الجمعة بثلاث مواجهات حيث يستقبل سمايل ضيفه الوسطى وكله أمل في كسب النقاط الكاملة للعودة والمنافسة على التقدم في وسلم ترتيب المجموعة الأولى بعد تراجعه للمركز السادس وفي المواجهة الثانية يلعب فنجاز صاحب وصافة المجموعة الأولى مع جعلان الباحث عن تصحيح المسار كما يستضيف نزوى ضيفه قريات في محاولة كل منهما لمصالحة جماهره عاد المدرب الوطني سالم سلطان لتدريب مجيس قر مرة أخرى بعد اعتذاره عن إكمال مهمته مع نادي صحم وكان المدرب ذاته قد صعد بالفريق في الموسم الماضي من دور الدرجة الأولى لدور عمان تيل محققا المركز الثالث وقد أسندت إدارة مجيس المهمة إلى النجاسي بعد اعتذار المدرب المصري شريف الخشاب عن قيادة الفريق بعد أن كان قريبا من إبرام العقد هذا وسيلتقي مجيس بعد غد السبت مع النصر ضمن الجولة السادسة من دور عمان تيل لكنها ليست بالمستحيلة اجتاز الحكمان الدوليين قاسم الحاتمي وخالد الشقصي جميع اختبارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليصبح ضمن حكام النخبة في آسيا حيث أكمل الحاتمي والشقصي جميع الاختبارات الدولية للحكام بنجاح وذلك نظير ما قدماه من مستوى جيد في المحافل المحلية والقارية طوال مشوارهما في التحكيم على المستوى القاري ليصبح بذلك جميع حكامنا الدوليين ضمن قائمة حكام النخبة في آسيا في سابقة هي الأولى في تاريخ التحكيم العماني عالميا فازت ألمانيا بشرف تنظيم كأس أمم أوروبا 2024 متفوقة على تركيا في تصويت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويستضيف الملعب الأولمبي في برلين المباراة النهائية في البطولة التي تضم 24 منتخبا حيث تنظم البطولة خلال 32 يوما في يونيو ويوليو عام 2024 بمجمل 51 مباراة في عشر مدن منها برلين ودورتموند وميونخ الجدير بذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يخسر فيها الملف التركي شرف تنظيم البطولة وقع سيرجيو بوسكيتس تمديد عقده مع برشلونة ليبقى مع النادي الكتالوني حتى عام 2023 وتم رفع الشرط الجزائي لفسخ العقد من 200 مليون إلى 500 مليون يورو حيث يعد بوسكيتس هو الكابتن الثاني للفريق ولعب معه 490 مباراة مسجلا 13 هدفا خلال 11 موسما كما حصل مع الفريق على 28 لقبا بما فيها 7 ألقاب للدور الإسباني الممتاز و 6 ألقاب لكأس الملك و 3 ألقاب لدور أبطال أوروبا و 3 ألقاب لكأس العالم للأندية و 3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي و 6 ألقاب لكأس السوبر الإسباني تأهل ناديا كرونثيانز و كروزيرو إلى نهاية كأس البرازي لكرة القدم بعد فوزهما تواليا على فلامينغو وبالميراس كرونثيانز دخل مباراته بقوة أمام فلامينغو خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف حيث نجح دانيلو أفلار في تسجيل هدف السبق لكرونثيانز قبل أن يدرك فلامينغو التعادل في الدقيقة التاسعة عشر و في الدقيقة التاسعة والستين نجح بيدرينو من إحراز هدف الانتصار لكرونثيانز أما كوزيرو فقد نجح في التأخل بعد تعادل بهدف لهدف أمام بالميراس مستفيدا من فوزه بمباراة الذهاب بهدف نظيف أخبار الرياضة انتهت ولكن أخبار العاشرة لم تنتهي بعد يعقوب وعيدا لديهم المزيد تفضلوا بالبقاء معنا شكرا عبد العزيز الاستثمار في التقنيات الرقمية وتوظيفها في المنتجات السياحية يساهم في دفع عملية الترويج السياحي بشكل أسرع للسلطنة والتعريف بالمواقع السياحية التي تتميز بها نعم جاء ذلك خلال منتدى السياحة والتحول الذي عقد تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للسياحة التعاملات الإلكترونية باتت هي الأقرب والأسهل للسياحة وتوظيف التقنيات الرقمية في الجانب السياحي العماني هو ما تعمل عليه وزارة السياحة للتعريف بالمقومات السياحية للسلطنة وتزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للسياحة والذي يصادف السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام نظمت وزارة السياحة وبالتعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا منتدى السياحة والتحول الرقمي السياحة الآن أصبحت تعتمد اعتماد كله على السياحة الرقمية هناك أسواق كثيرة جدا لديها من السياحة الكثيرين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على المعلومة التي لديهم من خلال الحاسب الآلي من خلال الهواتف الذكية يستطيعون أن يحصلوا على المعلومات متى ما أرادوا لأي منطقة في العالم معلومات حول السفار معلومات حول الأجوة معلومات حول المنتجات السياحية المختلفة المنتجات السياحية لم تعد رهن أخطام الجودة على المنتج السياحي فقد أصبحت آراء زوار المواقع السياحية هي المقرر وقلبت التكنولوجيا مفاهيم جودة المنتج السياحي خاصة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتضع السائح في قلب عملية شراء التجربة السياحية ارتباط السياحة بقطاع التكنولوجيا بربطة القائمة بقطاع الشباب وقطاع الشباب هو قطاع المستهدف حاليا في كل خطة التنموية من قطاع السياحة ينبغي دائما أن نتذكر أن الهدف ليس عدد السواحة الذي يصل إلى سلطنة عمين لكن هو عدد الشباب العميني الذي يعمل في هذا القطاع وينخرط فيه أن يسعى النادي إلى تحفيز وإعداد فئة الشبيب ويصبح أعضاء فعالين في مجتمعهم ويساهم في تنمية القطاع السياحي الذي كان ولا يزن من هم القطاعات التي تقف في مسيرة الاقتصاد الوطني وتسلط منظمة السياحة العالمية الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الرقمية القادرة على المساعدة في تهيئة بيئة مناسبة للابتكار وريادة الأعمال في السياحة تفعيل المواقع السياحية في السلطنة على جميع المواقع الإلكترونية له دور كبير في تفعيل السياحة دوليا خديجة من تسليمان الشحية مسقط وقبل ختام نشرة العاشرة متاء هذا تفكير بأبرز عنوينها بناء على الأمر السامي لجلالة السلطان المعظم مجلس عمان يفتتح دور الانعقاد السنوي الرابع يوم الثاني عشر من نوفمبر المقبل وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لدخان حريق شب بمنزلهم بمنطقة خور الحمام بولاية صحم الوزير المسؤول وعنشون الخارجية يلتقي عددا من وزراء الخارجية بنيويورك وإشادات بالدبلوماسية العمانية ودورها في حل حالة أزمات المنطقة وزير الزراعة والثروة السمكية لإذاعة وتلفزيون سلطنات عمان هذه هنا مشروع كبير في ولاية الدبلة الميناء راح يكون ميناء متعدد للأغراض وراح يكون ثاني أكبر ميناء في السلطنة بعد ميناء الصيد السمكي في ولاية الدقم في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار شكرا لكم في أمان الله إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الصورة الجوية توضح تشكل السحب هنا في المناطق الواقعة غرب شبه جزيرة العربية بالإضافة إلى امتداد بعض السحب التي تتشكل جنوب إيران نحو المناطق الواقعة الشمال بحر عمان وأيضا شرق الخليج العربي فيما تبقى أجواء السلطنة والمناطق المجاورة خالية من السحب المؤثرة مباشرة إلى التوقعات للنهار القادم وحركة الرياح التي تبقى جنوبية غربية على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تصل إلى 25 عقد أحيانا مع بحر متوسط الموج ويصلوا أقصى ارتفاع الموج مترين ورطوبة نسبية تصل إلى 90% هنا أيضا شمال السلطنة الرياح تبدو متغيرة الاتجاه في حدود 10 عقد مع بحر هادي الموج ويصلوا أقصى ارتفاع الموج متر وربع المتر ورطوبة نسبية تتراوح بين 20 وال75% وعلى سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان الرياح شمالية شرقية في حدود 10 عقد أيضا مع بحر هادي الموج ويصلوا أقصى ارتفاع الموج متر وربع المتر ورطوبة نسبية تصل إلى التسعين بالمئة إلى التفاصيل في محافظة مسقط بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى بين أوائل ومنتصف الثلاثينات هي أرستاخ بجنوب الباطنة فرص لبعض السحب المحلية خلال ساعات ما بعد الظاهيرة وأربما بعض الأمطار المحلية في صحار بشمال الباطنة لقياق درجات الحرارة حول منتصف الثلاثينات مع بعض السحب وعندها آخرية هنا في خصاب المحافظة المسندم مع بعض السحب المتفرقة فرص لبعض الأمطار المحلية أيضا خلال ساعات ما بعد ظهير على شمال الشرقية في إبرا 37 وفي نزوة أيضا هنا فرص لبعض الأمطار 38 و23 في جبل شمس و40 درجة في إبري مع بعض السحب وأيضا هنا في محافظة لبريمي درجات الحرارة عند أواخر الثلاثينات مع بعض السحب المتفرقة باسية مع المرتفحات الغربية وهنا في محافظة ظفار في صلالة تدفق بعض السحب أيضا على المناخ الساحلية والجبال المجاورة 28 درجة و39 هناك في ثمريت مع جواب وشمسة بشكل عام 41 هنا في هيمة مع احتمال تشكل بعض السحب المخفضة خلال ساعات الصباح الأولى في مصيرة بجنوب الشرقية 30 درجة مع بعض السحب والحال ذاته بالإسفاد سواح الجنوب الشرقية مثل ما يبدو في الأشخرة وأيضا في صور حيث درجات الحرارة تبقى حول منتصف الثلاثين إذن كان هذا كل ما لدينا من أخبارا للتقص حتى الساعة أشكر لكم طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة